ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ومن يرغب عن ملة إبراهيم لا أحد يرغب وينصرف عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه وملة إبراهيم عليه السلام هي طريقته ومنهاجه وهي الإسلام بمعنى الاستسلام التام لله عز وجل فمن عرف الإسلام ثم عرف فضله ثم انصرف عنه إلى الشرك فلا شك أنه سفيه من السفهاء ويعني إيه سفيه؟ ما السفيه إلا جاهل امتهن نفسه واستخف بها ورضي لها بالدون ولأن الشيء يعرف بضده فلا أرشد ولا أهدى ممن رغب في ملة إبراهيم وفي الإسلام رغب اليهود والنصارى عن ملة إبراهيم وابتدعوا اليهودية والنصرانية وهي ليست من ملة إبراهيم وليست من عند الله أما نحن كمسلمون فقد أمرنا الله عز وجل بأن نتبع ملة إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه استفهام استنكاري فيه توبيخ وتقريع لكل من وقع في ذلك ومعنى الملة ما يميل إليه الإنسان والمقصود بها الطريقة والمنهاج والدين وتأكد وتيقن أنك بخير طالما أنك على ملة إبراهيم وعلى الإسلام لأن من قال تلك الحقيقة هو الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه وخلي بالحضرتك إن الأفعال نوعان فعل تام وفعل قاصر الفعل التام يصل إلى المفعول بذاته زي حضرتك ما تقول أكلت التفاحة أما بقى الفعل القاصر فيحتاج إلى أداه ليصل إلى المفعول زي اللي موجود عندنا في الآية الكريمة ومن يرغب عن ملة إبراهيم هتلاقي أن يرغب محتاجة لأداء اللي هي عنه ليصل إلى المفعول ومعنى يرغب عن أن يرفض الشيء ولا يريده وعكسها يرغب فيه أن يحبه ويريده وملة جميع الأنبياء منذ آدم عليه السلام وإلى محمد عليه أفضل الصلاة والسلام هي ملة الإسلام وكانت وصية إبراهيم عليه السلام لبنيه هي نفسها وصية سيدنا يعقوب اللي هو سيدنا إسرائيل عليه السلام لبنيه يا بني إن الله استفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهذه الوصية أيضا ذكرت لليهود والنصارى في العهد القديم والعهد الجديد هنلاقي في العهد القديم في سفر التاثنية رقم 6 اسمع يا إسرائيل الرب إلى هنا رب واحد وحنلاقي في العهد الجديد سأل أحد الكتب سيدنا يسوع عليه السلام وقال له أية وصية هي أولى الوصايا جميعا فقال يسوع عليه السلام إن أولى كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلى هنا رب واحد فمن منا رغب في الوصية ومن منا رغب عن الوصية قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين والسؤال دلوقتي هل نحن كمسلمون جميعا على ملة إبراهيم الإجابة لا فيجب علينا جميعا كمسلمون أن نحي ملة إبراهيم في قلوبنا وكما حطم إبراهيم عليه السلام الأصنام بيمينه فيجب علينا أيضا أن نحطم أي تعلق بأشخاص أو كبور لأولياء الله الصالحين وأن يكون تعلقنا الوحيد بالله عز وجل فمن استعان بغير الله ليس على ملة إبراهيم ومن توكل على سواه فليس على ملة إبراهيم ومن استغاث بمعبود لله ليس على ملة إبراهيم فعلينا أن نتعلق فقط بالرحمن الرحيم وأن نترك التعلق بأولياء الله الصالحين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر